أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارة تفقدية لمقر أكاديمية الشرطة حيث كان في استقباله وزير الداخلية محمود توفيق وقيادات الأكاديمية وصرح متحدث الرئاسة بأن زيارة الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة تأتي في إطار حرصه على متابعة منظومة إعداد وتدريب أبنائه من طلبة كلية الشرطة واستهل الرئيس السيسي الزيارة بمشاهدة اصطفاف الطلبة والطالبات الجدد بأرض العروض بالكلية حيث ألقى الرئيس السيسي كلمة لتهنئة الطلبة على الالتحاق بالكلية ونيل شرف الانضمام إلى هيئة الشرطة التي يصهر رجالها على حماية أمن الوطن والمواطن وطلع الرئيس السيسي على المنظومة الإلكترونية لتقييم الطلبة في شتى المجالات والتي يتم من خلالها المتابعة الدورية وتقييم المستمر لمستوى طلبة الكلية وتوجه لتفقد ميدان التحدي والقوة البدنية ومشاهدة الطلبة والطالبات أثناء أدائهم لتدريبات اللياقة البدنية المتنوعة والتي أظهرت طلبة والطالبات خلالها المستوى المتميز الذي وصلوا إليه كما قام الرئيس السيسي أيضا بتفقد حمام السباح الأولمبي بالكلية هو شاهد الطلبة أثناء آداء قفزة الثقة ثم توجه إلى مجمع ميادين التدريب القتالي حيث يتم تدريب طلبة وطالبات الكلية على أعمال الاقتحام والقتال التكتيكي شاهد الرئيس السيسي من داخل مركز التحكم والسيطرة عرضا تقديميا عن الميادين التدريبية المختلفة بالمجمع ثم اختتم الرئيس السيسي جولته بالمجمع بمشاهدة بيان تدريب عملي للرماية وتلى ذلك زيارته لنادي الفروسية حيث استمع إلى شرح تفصلي لأنواع الخيول العربية الأصيلة التابعة لخيالة الأكاديمية هذا وقدر حوار مفتوح بين الرئيس السيسي والطلبة حول أبرز القضايا والمستجدات على الساحة الداخلية وجهود الدولة على مستوى الجمهورية من خلال سلسلة المشروعات القومية الكبرى وكذلك آخر المستجدات والأزمات على المستوى الدولي وتداعياتها على الاقتصاد المصري وجهود الدولة لاحتواء تلك التداعيات وفي ختام زيارة تفقدية توجه الرئيس السيسي إلى مقر زيارة أولياء أمور الطلبة والطالبات الجدد حيث ألقى كلمة بهذه المناسبة متقدما بالتهنئة والشكر لهم على تقديم أبنائهم للالتحاق بهيئة الشرطة حيث يتم إعدادهم وتأهيلهم ليكونوا حماة أمن مصر في المستقبل القريب مع زملائهم من رجال قوات المسلحة البواسل